ندخل في موضوع تاني وهو يمكن موضوع الحلقة النهاردة احنا بنتكلم في بداية الحلقة عن أحلامنا اللي بنحب كده نحطها أو أهدافنا اللي بنحب نحطها في بداية كل سنة الأهداف دي بيبقى عندنا لها كده خط زمن ازاي قدر حققها ازاي حقق هدفي الجملة دي في شباب كتير قوي بيبحثوا عن الطرق السهلة اللي من خلالها يقدروا يحققوا الأهداف بتاعتهم بسهولة وازاي يتعاملوا مع أي صعوبات ممكن تواجههم عشان يقدروا يوصلوا أكيد للهدف اللي هم عايزين وخلونا نعرف تفاصيل أكتر عن ازاي تحقق هدفك معنا الدكتورة سمر كشك أخصائي الصحة النفسية نورونا في استوديو أهلا بيك يا فندم نورك حمد يعني في البداية عايزين نعرف يعني ازاي الشخص يكون عنده كده ثبات في تحديد هدفه والتغلب على الفشل والحصول على اللي هو عايز يعني بعض الشباب كتير مننا مش اقول بعض الشباب احنا كلنا تعرضنا لده في وقت ما عندنا هدف معين لقينا صعوبة شوية طب يلا اروح اشوف هدف تاني لقينا صعوبة شوية يلا اروح اشوف هدف تالت ازاي اركز على هدف واحد واسبته أولا معرفة المهارات بتوفر كتير جدا جدا على الشخص انه يعرف هو عايز ايه يعني يعرف مهاراته يعرف الحاجات اللي هو بيحبها بيعملها بشغف بيعملها بيكون مبسوط مش شرط تطلع نتيجة فورية ممكن تطلع نتيجة على المدى البعيد لكن هو اهم حاجة هو عنده شغف ايه وبيحب يعمل ايه الناس اللي حواليه مثلا قسرته الام الاب بيبقى عينهم على ولادهم بيبقوا عارفين انه هم مهتمين بنقطة معينة لما بيعمل الحاجة دي بيبقى مبسوط بيها جدا وعنده شغف لها جدا ويبقى مستمتع جدا وهو بيعملها فدي بتبتدي من وهو صغير فاللي حواليه البناء لطفل عنده موهبة معينة وانه هم ينموها فيه دي بتسهله بعد كده انه يعرف يحدد هدفه هل الهدف ده زي ما بتسألي طفل انت عايز تطلع ايه ما تكبر هو بيبقى في دماغه حاجة معينة وبيحبها او بيحب يتفرج على الناس اللي بالمهنة دي فممكن يكمل على كده وينميها وفعلا يوصل لكده لو فضل طول عمره وحاطت قدامه الهدف ده طيب يعني كبر شوية وزي ما قلت حريك ممكن يبقى هو عنده تخبط هو مش عارف يعني هلالنهار ده انا مثلا من انا صغيرة مثلا نفسي بقى دكتورة لكن ايه ده انا لسه هدخل طب بسبع سنين ولسه هتخصص ومش عارف ايه والكلام ده كله طب خليني يشوف حاجة تانية هل ان انا لما قسم هدفي لاجزاء صغيرة بيكون اسهل علي ان حقق الهدف الكبير طبعا اسهل بكتير هديكي مسأل بسيط لما تكوني مثلا عايزة تحققي تارجت ان انت تحوشي الف جنيه مثلا في خلال شهر يعني التارجت بالنسبة لك بالنسبة للحاجات المتاحة لكي هيبقى صعب لكن لما تقسميها لا انا كده هحوش كل يوم مبلغ بسيط فبالنسبة لي الموضوع بقى اقل يعني التارجت اللي هوصله في كل يوم اقل طيب انا ما باخدش المبلغ ده كل يوم او مش هقدر اعمله لا ممكن ازود شوية المدة بحيث ان انا اقدر احقق الهدف ده بعد شهر ونص شهرين اقسمه على الايام لقيت الدنيا معي كويسة وبسيطة وسهلة خلاص يبقى اثبت على ده فتحديد الزمن او الخطة الزمنية مهم جدا تحديد الخطوات والاولويات يعني مثلا انا عندي هدف معين علشان اوصله لازم امشي بخطوات معينة فبحدد الاهم فالمهم فالاقل طيب باجي للاهم بقسمه برضو الفروع الاهم ده الاسهل بالنسبة لي ايه علشان احقق انجاز لازم ادور على الاسهل في اهم حاجة اول ما بحقق انجاز بحس ان انا يعني مشيت خطوة احساسي ان انا مشيت خطوة او حققت حاجة فرحتي بيها الانتصار ده لوحده بيخليني اكمل بيديني حافز اني اكمل اما بطلع الدرجة اللي بعدها بيديني حافز اني اكمل ممكن يعني اضرب برضو مثلا علشان اقرب الموضوع للناس انا عايز اخس عشرة كيلو حددت الوقت بسلا في سنة طيب كل شهر يعني هل هقدر ان انا يعني اقل نص كيلو او كيلو لربع او كيلو بس ازاي بحدد الحاجات اللي المفروض اعملها النظام اللي انا اعملته اول ما بعدي مثلا شهر وقلت نص كيلو او كيلو بحس ان انا بدأت احقق التارجل اللي انا حطيته لنفسي فبتدي ازود المجهود ده اللي بيديني حافز اني اكمل احساسي بالانجاز بيخليني اكمل فالتقسيمة دي بتخليني احس بالانجاز بسرعة في بعض الشباب بيبقى عندهم طموح عالي قوي يعني يقول مثلا انا نفسي اشترك في المسابقة الفلانية يا بابا او يا ماما واروح بيها مثلا كس العلم للمسابقة دي او اكسب بيها حاجة دولية جايزة دولية وبعض القسر للأسف تحطم بقى في طموحه يعني انجح الاول عدي المادة دي الاول بعد كده بقى افكر في حاجة تانية دور القسرة ايه في النهاية تشجع الشباب على تحقيق اهدافهم ده اهم دور لان الام والاب هما الداعم والسند الاساسي لأي شاب او طفل يعني هو الداعم لابنهم هو هياخد الدعم من مين الا من الناس اللي عارفين المهارات بتاعته او عارفين هو يقدر يحقق ايه فهم الاهل للأسف فاكرين ان انا معنفه او اقوله كلمتين ان هما يعني انت فاشل في حاجة ان كده بحفزه انه يعمل حاجة بالعكس هو هيسيب دي وهيسيب دي افرض انه هو يعني عنده القسور في حاجة معينة وانا عايزاه وهو طموحه في حتة تانية انه هو عايز يحقق انجاز في حتة تانية الدور بتاعي انا كام او كاب ان انا طيب يا حبيبي احنا هنقسم المهام هنبدأ باللعبة دي مثلا محلي دلوقتي الاول بس علشان ابتدي لك اللعبة ياريت تدرس كويس المادة دي انت مش كويس فيها طب هنبتدي اللعبة مع بداية المادة ان احنا نبتدي نشتغل فيها فانا ديته اللي هو عايزه وخدت اللي انا عايزاه وخليته يحقق الحاجة اللي انا عايزاه وعايزاه يوصل فيها بكفاءة كويسة لانه عينه على حتة تانية وعينه ان انا بدأت احقق له حاجة من حلمه او بدأت ان انا احطه على اول الطريق فاحساسه ان في حد دعم ليه او انه حاس به حاسس بموهبته حاسس انه هو لازم يطلع درجة في الحتة اللي هو نفسه فيها هيعمل لي اللي انا عايزاه هيدوري ازاي يرضيني علشان انا كمان ارضيه فالموضوع متبادل الكلام اللي بيعنف ما بيجيبش اي نتيجة غير انها نتيجة سلبية الطبطبة والسند واني اسمع لابني هو طموحاته ايه وحفزه عليها وقوله انت تقدر كلمة انت تقدر دي بتخليه يعمل المستحيل بس للأسف وانا حاجة بتقول لنا ايه لا ده انا لو قلت له كده يعني هيتنطط علي او هيرتاح اكتر بالعكس بالعكس وهم بيشوفوها في حتة تانية خالص ان ازا كان ابويا وامي مدييني السقة دي فانا لازم ابقى دا طبعا مش كل الولاد زي بعضها بس الكل واحد يعني دي اقرب حاجة لدماغ الطفل او دماغ الابن او الابنة ان انت تحطيله حلمه وصاد حلمك طيب لو قلنا مثلا انه الهدف ده انه حطينا جول كده او هدف ان انت لو نجحت في المادة دي انا هصفرك السفرية المعينة او هننزل نخرج او هنعمل كذا او هنلعب اللعبة دي عشان اقدر اتابع وارائب هو ابتدى فعلا او لا انه يحقق الحاجة اللي فعلا هتبقى كويسة ليه في المستقبل هل بتبقى ده اسبوعيا يوميا شهريا اللي بعمل ايه كله على حسب برضو اللي انا بديله التارجت يحققه ففيه ابن ممكن ما بينجس المهام بسرعة فممكن اتابعه يوميا علشان انا عارف انه هو بطيء ولو سبته ممكن اللي يعمله في يوم هيعمله في اسبوع فانا لازم اتابعه يوميا فيه ابن تاني اسرع شوية وتحصيله اعلى شوية فممكن انا تابعه كل اسبوع على حسب الشخصية اللي قدامي هي اللي بتجبرني ان انا اتعامل معاها ازاي بس في المتوسط اتابعه كل يومين ثلاثة عملت ايه وريني الحاجات اللي انت وصلت لها حليت قد ايه في الامتحانات مثلا رجعت قد ايه هي لازم المتابعة حتى لو ما فيش تارجت يعني لو ما فيش حاجة هو عايزها انا لازم اتابع لانه هو ما فيش ابن هيشتغل لوحده لانه ما عندوش الخبرة ولا الكفاءة العقلية انه هو اللي يشغل نفسه طيب انا النهاردة عملت او كان عندي هدف وصلت له قدرت اوصل له ارسم ازاي هدفي الجاي ابني علفات ولا اعمل ايه يعني ايه ايه صح في سن صغير بالذات لو بنتكلم على سن التينيجرز او المراهقين ايه صح ان انا ارسم هدف جديد ليا هل انا خلصت الاول ولا لسه متعلق بحاجة تانية انا عايزاها هل انا يعني الهدف الجديد ده من تقسيمة الاولاني ولا ملوش علاقة بيه خالص يعني انا كان التارجت الاول خلاص خلص ما عادش ينفع ان انا اكمل فيه وصلت لماية ولا ممكن اكمل عليه لهدف تاني على حسب حلم كل بني ادم انا حلمي ان انا اوصل لحتة معينة فيه مثلا اللي عنده تارجت انه يخس وخس في خلاص الموضوع ده بالنسبة له انتهى هيبتدي اللي ممكن متعلق به ان انا سبت وزن او مرجعش تاني لكن مش هيبقى عنده تارجت تاني انه يخس حاجة اكتر من كده اللي بيحوش لحاجة معينة واشتراها فخلاص بالنسبة له الهدف اللي عايزه خلصه دي كل شخص على حسب الهدف اللي عايز يوصله بس اهم حاجة اننا ما نوقفش الاهداف ولا نوقف الحلم لان البراح بتاع الحلم بحد ذاته بيديكي احساس بالنشوة وبيديكي احساس بالمتعة هو في حد ذاته متعة احساسك بالنجاح ونقطة الحلم ان ما يتحقق دي لوحدها بتخليكي اصلا قادرة احلامي تاني قادرة تعملي حلم جديد قادرة ان انت تقولي لا ده انا وصلت اللي انا عايزاه طب اعلي بقى الحتة التانية طب انا عايز اشتغل يعني خلصت الدراسة ونجحت وجبت بتفوق طب انا عايز اشتغل الشغلانة دي هل هي متعلقة بدراستي مية في المية ولا لها فروع تانية لو لها فروع تانية ومحتاجة ان انا كمل طب انا اعلي الحلم وان انا ادخل دورات تدريبية ادخل اعمل دبلومات اعمل حاجات ليه اهم حاجة ان يعيني يكون على حاجة معينة ومحافظ نفسي ازاي بقى طول الوقت ان انا وانا كنا بنكلف في بداية الحلقة دكتور انه دايما بتقعي في النص يعني ده اساسي انك عايز اتغياري حاجة عايز توصلي حاجة طبيعي انك هتقعي طبيعي انك هتبقي حاسة انه ادا يمكن النهاردة ما عملتش كويس يمكن انا لسه بعيدة عن هدفي زي طول الوقت بقى بقول لنفسي يلا هتقداري هتقومي ازاي قدرع من كده أول حاجة مجورة الناجحين حلوة أما تجوري حتى ناجح خاصة في المجال اللي أنت عينك عليه فبيحفزك أن أنت هتوصلي في يوم من الأيام المحبطات كتير والناس المحبطة اللي تقولك لأ ده أنا حاولت قابلك كتير وما وصلتش لأ أنت ممكن تحاول طبعا أنا ممكن يكون عندي مهارة أقدر أن أنا أوصل ما سمعش للناس السلمين أبدا لأن كل واحد تجربته مختلفة تماما عن اللي قابله طب افرد أن أنا تعمقت شوية في التفاصيل وحسنت اللي أنت وقعت فيه الحاجة الوحيدة اللي أسمعها لللي فشل في التجربة دي أني أشوف النقطة الضعف اللي هو وقع فيها وأحسنها عندي إذا كان في دراسة أكمل دراسة عليها إذا كان وصل لحاجة معينة ومعرفش يوصل لللي بعدها أنا أبحث وأدور لكن ما دورش عيني ما تبقاش على الفاشل أني هبقى فاشل زيه لأ عيني هتبقى على الفاشل أن أنا أخذ من فشله أحسنه أنا الحاجة التانية بقى المجاور الناجح خاصة في المجال بيديني إحساس بطاقة إيجابية فضيعة أن أنا شايف مثل قدوة قدامي أنه عد الصعاب دي أكيد وخاصة لما بيتكلموا مع بعض وتقولوا يعني أنت عديد بقى يقولك آه قابلني كذا وكذا وكذا اتغلبت عليه إزاي؟ هيفتح لك مجال النجاح كانت طريقه إزاي؟ يعني من جوري للسعيدي سعد زي ما بيقول يعني بنشكرك يا دكتور دكتورة سمر كل شكر ليكي سمر كشك أخصائي الصحة النفسية يعني النهاردة اتكلمنا يمكن عن كل سنة كده بنحط أهداف معينة والأهداف دي إزاي نقدر نوصل لها أدينا لحضراتكم كده النهاردة يمكن كابسولة مصغرة في إزاي نقدر نعمل ده وإزاي نصغر الأهداف لأهداف صغيرة عشان نوصل لهدف كبير نتمنى إن شاء الله السنة الجاية يبقى كل أهدافنا كده تتحقق ونعيش الحلم اللي احنا عايزين نعمله في الحياة كل الشكر ليكم وشاهدين عشان كده خلصت حلقتنا النهاردة نشوف حضراتكم بكرة في نفس المعايد إن شاء الله كنت معيكم أنا بسانت الحسيني وزملتي لمياء حمدين من صباح لحضراتكم صباح الخير